حضر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس العلال الشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية حفلة ختام بطولة جنوب فريقيا للرجل الحديدي في بورت إليزابيث وقد تم خلال الحفلة تكريم الفريق البحريني بمناسبة فوزه بالمركز الأول في البطولة على مستوى الفرق للهواة في البطولة كما حضر الحفلة العديد من المسؤولين والوفود المشاركة هذا وقد أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن فوز الفريق البحريني بالمركز الأول على مستوى الفرق الهواة وهو كذلك فوز فريق البحرين للتحمل 13 ببطولة المحترفين والمركز الثامن على المستوى الفردي تعد خطوة جديدة عبر التأهل إلى بطولة العالم المقررة في شهر سبتمبر المقبل نحو بلوغ أعلى المراتب في هذه الرياضة مشيرا سموه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الجهد والإعداد في ظل المكانة المرموقة التي اكتسبتها مملكة الوحرين في رياضة الرجل الحديدي بفضل الاستراتيجية السليمة التي يسير عليها الفريق منذ فترة طويلة وأشار سموه إلى أن الإنجاز الذي تحقق عبر بطولة جنوب أفريقيا للرجل الحديدي كانت محل إشادة المشاركين واللجنة المنظمة خاصة في الحفل الختمي وأوضح سموه بأن أعداد الفريق لبطولة العالم في كرواتيا سوف يبدأ مباشرة حيث يتطلب مراحل تدريبية مكثفة نظرا إلى تطلع الفريق لتسجيل مرحلة جديدة من النجاح والتميز في عالم بطولات الرجل الحديدي بما يتناسب مع الخبرة التي بات يتمتع بها الفريق في ظل الروح الوطنيات العالية